اشتركوا في القناة 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 في المملكة المغربية اصبحوا يعون جيدا ان فرنسا هي من تسير الجزائر ومجد شد الرسالة هذه من عند سيد عمر هلال من فراغ بل هي اصلا موجهة لفرنسا اكتر ما هي موجهة للجزائر سيد عمر هلال كيقول فرنسا نحن نعلم جيدا انكم تتحكمون في الجزائر في حوار شامل عمر هلال قال المغرب يرفض المساومة على صحرائه ومعاناة صحراويين مصدرها الجزائر يعني بلما سبقى الجزائر كنتمتل راه المعاناة صحراويين سببها الجزائر لان لو كان ماشي الجزائر هذين الناس هذين لو كانوا غيكونوا بحالهم بحال كل مغاربة عايشين في السلم وامان مكان تكون مخيمات مكان تكون مجاعة مكان غيكونوا امراض مكان غيكون تجنيد الأطفال مكان غيكون هذة شهادة كامل نشوفه فين وكيفاش وكيفاش قال هذة شهادة الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال قال إن عمله في الأمم المتحدة ليس مجرد وظيفة إنه شرف خدمة الملك وفخر بتمثيل المغرب وتعزيز النفوذ الدبلوماسي والثقافي والحضاري للمملكة وشغف الدفاع عن مصالحها ومواقفها من مختلف القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن والجمعية العامة ولجانها الصحراء المغربية أولوية والمغرب مصدر ثقة هذا هو العنوان عشرة دبلوماسي المغربي في حوار مطول مع صحيفة جونافريك مشاء الجونافريك الإعلام الفرنسي إن مسألة الصحراء المغربية هي على رأس أولوياته وهذا لا يعني أن الدبلوماسي المغربية أحاذية هادي كيف مما كان قوله صفعة النظام العسكر المغرب ما عندوش يعني دبلوماسي أحاذية كيف مما هما لديرين قضية أصلا مشيدي لهم ووضعينها كقضية أحاذية بالنسبة لهم قائمة دبلوماسي ديالهم كاملة عليها كان يعني رسالة أن الدبلوماسي المغربية هذا لا يعني أن الدبلوماسي المغربية أحاذية لكن مسألة الصحراء المغربية على رأس الأولوياته بل على العكس من ذلك يولي المغرب أهمية كبيرة لمختلف القضايا المتعلقة بالركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلم الأمن الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية وفق تعبيره فهنا الرسالة واضحة للفرنسيين أن الصحراء المغربية لا نقاش فيها ما تجيش تنقش معي شي حاجة من غير أنك تعترف بالصحراء بغيتي تتحلك الباب راه المغرب حتى الشروط دياله والرسائل ديال الماليك كانت واضحة وقاعد الدول الصديقة ديال المغرب فهمت الرسالة وتوافقت مع المغرب أضف هلال أنه تماشيا مع رؤية الماليك محمد السادس فإننا نطبق ديبلوماسية ناشطة ومقنعة والسباقية تعزي التوافق وتبني الجصور بين المواقف المختلفة وهذا يشمل من بين أمور أخرى تقديم مساهمتنا في مجالات التنمية تعاون بين بلدان الجنوب القضايا البيئية حقوق الإنسان تسوية السلمية للنزاعات عمليات حفظ السلام كذلك مكافحات خطاب الكراهية والإرهاب والتطرف العنيف يعني ديبلوماسية المغربية متعددة متعددة الأقطاب وليست أحادية القضب في هذا السياق يضيف هلال يدعى المغرب يدعي أعتذر المغرب بانتظام أو أعتذر يدعى المغرب بانتظام للاعب دور بناء بناء الجصور داخل أمم المتحدة مما يسمح له بالاستفادة من ثقة العديد من البلدان ويضعه كفاعل طبيعي ومثالي سهيل عدد من العمليات بما في ذلك الدول التي لا تعتبر حليفة تقليدية لها وعن علاقة علاقته مع الدبلوماسيين الآخرين داخل الأمم المتحدة وخاصة الدول التي توترت علاقتها مع المملكة مثل جنوب إفريقيا أو الجزائر قال عمر هلال إن الأمم المتحدة هي مساحة متعددة الأطراف حيث العلاقات الشخصية والمهنية مهمة ويشارك دبلوماسيون مغاربة في كافة اللقاءات يتعاونون مع جميع زملائهم دون استثناء بما في ذلك جنوب إفريقيا بطريقة بناءة وفي جو صحي وهادئ ودائما باحترام ومهنية وقال يشهد كل أعضاء الأمم المتحدة بشكل يومي على أن المغرب لم يكن أبدا مصدر توتر في المناقشات داخل المنظمة ومع ذلك فإنها تتفاعل بقوة وحزم كلما حاولت الجزائر أن تمس قضيتنا الوطنية وفق تعبيره ترحيب وإصرار على مغربية الصحراء فهنا سيدخل النقاش وقد أتبدأ الرسالة للجزائر الرسالة لدي السيد عمر هلال أتوليك التوجه للجزائر بخصوص السفير الجزائري الجديد داخل الأمم المتحدة واللي هو دليل على ضعف ضعف الدبلوماسية الجزائرية في مواجهة هذا الدبلوماسي المحنك هذا الدبلوماسي القدير اللي قدر يدافع على المصالح والتوابس ديال المملكة المغربية فهذا الأروقة ديال الأمم المتحدة سترحلوا السؤال على السفير الجزائري الجديد كيف الجاوب السيد عمر هلال وكيف كانت الرسالة للجزائر قد نقول لكم جواب وقعد نقول لكم شنو فهمت ما الرسالة دياله قال هلال إنه يرحب به ترحيبا حارا وأخويا السفير ديال الجزائر داخل أروقة الأمم المتحدة السفير الجديد طبيعا الحال مشيرا إلى أنه إذا اختار التعاون والاحترام للمغرب فسأفعل الشيء نفسه إن لم يكن أكثر وإذا اختار الاستفزاز فسأعارضه بهدوء وحزم وفق تعبيره قال له أنك إذا احترمتنا أنا غالي أحترمك وكثر من اللي غالي أحترمني أنت وإذا قدرتنا غالي نقادرك وكثر من اللي قدرتنا أنت ولكن حذاري ثم حذاري ثم حذاري أنك تتمادى وتمشي على الطريق اللي كان ماشي فيها اللي كان قبل منك وأنك تتطاول على الوحدة الترابية دي المملكة المغربية قال سأجيبه بهدوء ودي الدبلوماسية المغربية هنا سيد عمر هلال عكس المرآة دي الدبلوماسية المغربية الحقيقية هي الهدوء والحزن الهدوء والحزن وقال إنه بالرغم من كل ما يحدث فما زلت متفائلا بإمكانيات تعاون كبير بين المغرب والجزائر وتأثير ذلك الإيجابي في جميع المجالات على مستوى إحياء المغرب الكبير وعلى المستوى التنمية وعلى مستوى استقرار قارتنا الإفريقية وعلاقتنا مع الجوار الأوروبي في مفاوضات القضايا العالمية في الأمم المتحدة هذا الحوار ما زال طويل للإخوان لكن باش منطولش عليكم الملخص ديال هذا الحوار كما بدنا في الأول هذا الحوار هو فيه معاني فيه رسائل لفرنسا وللجزائر هنا قد نفهمو أن الدبلوماسية المغربية فهمت أن فرنسا قد تحكم في الجزائر فأعطات الرسائل ديالها وأعطات الرسائل واضحة أن الصحراء المغربية هي سر ديال قفل باب المغرب أو فتحه لأي جار كيف ما بغي يكون وأن زمن التسامح زمن التساهل في القضية الوطنية ديال كل المغاربة انتهى وجه وقت الحزن بطبيعة الحال بكل ديبلوماسية وبكل أدب ورزانة وندوزوا الخبر الموالي متابعين الكرام وهنا قد نتحدثه على المملكة العربية السعودية سبقوا قلت لكم الإخوان قضية ديال تصفير نزاعات وتحدثنا إلى أن المملكة العربية السعودية تريد الرياضة تريد الحديث باسم العرب تريد أن تكون إذا صح القول قطب من أحد الأقطاب المهمة في عالمنا الجديد العالم ديال تعدد الأقطاب ديال دفاع على المصالح الشخصية ديال الحصول على الأسلحة وهذا المرة هذي مشات المملكة العربية السعودية في الطريق اللي توقعناه بالضبط اللي توقعناه بالضبط فالرياض تملي شروطها وتوضح بخصوص يعني الأمور اللي بغاتها تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي يكون هناك تطبيع مع إسرائيل أو إذا صح القول توضيح إسرائيلي بشأن موقف تطبيع مع المملكة العربية السعودية شنو بغات مملكة العربية السعودية مملكة العربية السعودية بغات أنها تكون دولة نووية وبغات تحصل على النووي وهذا الشي هذا كل هات تحركات اللي كتقوم بها المملكة العربية السعودية هو أخطر مكاين في هاد العصر الجديد ولا هاد التوترات ولا هاد تغييرات الجيوستراتيجية اللي كي شهدها العالم لإن هناك نهضر على نهاية القطبية الأوحادية فكيفما الصين يريد أن تدير القطب ديالها كيفما روسيا يريد أن تدير القطب ديالها كيفما كل هات شهده سيحرك الأقطاب الجديدة فكنشوف أن المملكة العربية السعودية تريد أن يكون لها قطب وأن تكون قوة إقليمية مجاش تطبيع العلاقات مع إيران من فراغ مجاشة شي كله اللي راه واقع حاليا من فراغ بل المملكة العربية السعودية بغي تستفد من نزاع الحاصل حاليا وبغي تضمن لنفسها يعني أنها تكون قوة إقليمية واش الولايات المتحدة الأمريكية توافق مع السعودية على هذا الأمر هذا واش غذي تبغي أن السعودية يكون عندها أسلحة نووية بل أكثر من ذلك واش غذي تعاونها أنها تحصل أن شوفوا التفاصيل قدم مسؤول إسرائيلي باريس معلومات مهمة الثلاثة بالشأن احتمال تحقيق انفراج ديبلوماسيا بوسطة أمريكية مع السعودية وقال إن حكومة رئيس وزراء بن يمين نتنياهو ليست على علم بإحراز أي تقدم في المحادثات ذات الصلة بين الرياض وواشنطن وتعتبر الولايات المتحدة أن من مصلحتها انقامت علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية وبالتالي قام مستشار رئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان برحلة مكوكية من السادس إلى الثامن من مايو ظهرهما خلالها وجاء ذلك في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أفاد في مارس بأن الرياض التي توترت علاقتها مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشترط مقابل التطبيع مع إسرائيل زيادة مبيعات الدفاع الأمريكية والموافقة على برنامج نووي مدني سعودي هنا غدين خليوا القوس مفتوح ما غديش نزيد نتعمق في هذا الخبر هذا لكن غدين خليوا هل الأيام إن شاء الله باش غدين عرفوا عليه أكتر فعلى ما يبدو أن الكلام اللي تحدثنا عليه سابقا وقلنا أن المملكة العربية السعودية تريد أن تكون قوة إقليمية فذلك هو حقيقي وهنا كان مساومة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحفاظ على المصالح فهنا على ما يبدو أن السعودية فهمت أنها تستعملت بما فيه الكفاية أنها تطلع الدولار الأمريكي في هذا الوقت اللي كان الدولار الأمريكي مرتبط بالبترول السعودي وما كانش عنده من غير البترول السعودي طلعت الدولار الأمريكي ودفعت على الدولار الأمريكي وجعلت من أمريكا هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم فجاء الوقت باش السعودية اعتدر الولايات المتحدة الأمريكية تلبي الرغبة دي السعودية على ما يبدو أنها ترضها قوة إقليمية إذا صح القول أو قطب إذا صح القول وهنا الخطير في الأمر أنها مش بغى المصالح دي العرب بل هي تريد أن تأكل يعني أو لا أن تأكل الخطر بفم العرب ولا تكون هي المتحدث الرسمي بإسم العرب واتشهاد بين من خلال القمة العربية الأخيرة أنها تمنع الجزائر من إقحام سوريا وهي اللي تقوم بالأمر يعني والقمة دي الجزائر مع دي السعودية ركنت بينهم أقل مسافة ولا أقل مدة زمنية في تاريخ القمم العربية هذا يعني يذل على أن سعودية بغى تبعت رسالة للولايات المتحدة الأمريكية تقولها أن العرب معي وسيكونون دائما معي وندوزوا الخبر الموالي متابعينا كرام ونحن نتحدثوا على وزيرة وزيرة إسرائيلية كانت في المغرب مؤخرا وتحدثت والكشفات مستجدات موقفة الأبيب من قضية الصحراء المغربية نشوفوا تفاصيل شنو قالت هذه السيدة هذه وكل تفاصيل وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف نهار الاثنين يوم الاثنين أمس الاثنين قالت حول موقف إسرائيل بشأن الصحراء المغربية بأن حكومة بلادها تتفهم أهمية هذه القضية بالنسبة للمغاربة والعلاقات مع المغرب لها أهمية قصوى بالنسبة لإسرائيل أيضا وقالت أنها على يقين من أن الحكومة ستتخذ موقفا بشأن هذه القضية قريبا جدا وفي مقابلة مع قناة إيفانت قات نيوز من مكتبها في الرباط عبرت ريغيف عن شعورها الشخصي بالراحة والانتماء خلال زيارتها للمغرب مستحضرة وقالت أشعر أنني في بيتي هنا زيارتي الأولى لوزير نقل إسرائيلي إلى المملكة لذلك فهي مهمة جدا بالنسبة لي على المستوى المهني ولكن أيضا شخصيا لأن والدي ولد في العرائش وأن جدي دفن في الدار البيضاء أوضحت الوزيرة الإسرائيلية أنها وقعت سلسلة من الاتفاقيات مع نظيرها المغربي محمد عبد الجليل من بينها الاعتراف المتباذل برخص القيادة وتعزيز الاتفاقيات بين موانئ البلدين مشينة إلى أن سلسلة الاتفاقيات الثنائية الموقعة والمتعلقة بالمجالات البحرية والبرية والجوية ستجعل من الممكن تعزيز تعاون بين إسرائيل والمغرب هنا على حد قولها أن إسرائيل تقدر تأخذ خطوة يعني في الأيام القليلة المقبلة بخصوص الصحراء المغربية وعلى ما يبدو وما أظن كذلك أن المغرب غالق الأبواب دي التواصل مع إسرائيل بخصوص تحديدا بخصوص الموقف ديالها من مغربية الصحراء وندزوا الخبر الأخير متابعنا الكرام اللي أنتحدثوا فيه على جوج أمور أمر الأول بعجالة أنتحدثوا على التفاعل دي الجزائر مع الزلزال السياسي في إسبانيا وأنتحدثوا على الحزب اللي قرر أنه ما يترجحش للانتخابات وحزب معاذي للمغرب بكل ما تحمل الجزائري مع الزلزال السياسي كما قلت لكم في الأول دي الفيديو حشم تقول واحد المثل الإسباني هو دك pay mentalis هذا هو الأمر اللي راح كتدير الجزائر كتدير las pay mentalis las pay mentalis كنظن أن أرا الإخوان اللي كيعيشوا في إسبانيا بيكونوا فهمون علش كنهضر فهذا pay mentalis هو أنك توهم شي حويج وتعيش رسك في دك الخيال هدك ديال دوك الحويج هدوك وهو ما أصلا ما غادش يكونوا كنقولوا الإسبانيا اللي جريدة شرور ديالها وصفات pay mentalis بالعدو الأول للجزائر كيخلقوا أعداء من العدم علش اعتبرتوا pay mentalis عدو أول للجزائر حيث اعتبروا في مغربية السحراء ما هي قضيتكم ما هي دببكم ما هي ديمكم كيف ما كنقولوا بالدريجة ديالنا ما هي قضيتكم ما هي دببكم ما هي ديمكم باش تتضبروا على الأعداء ديالكم من خلال اعترافات بمغربية السحراء أنتم ما جريتوا في الأعداء باطل تتضبرتوا على المشاكل باطل أنكم تقلبوا فيما لا يعنيكم ولكن هذا ما غادش يفوت نحن كمغاربة أذكية الحمد لله وعطنا الله من الدكاء ما اعطنا فاحنا عارفين بأنهم يخدموا المصالح دي الفرنسا أكتر مما هم يعني يشتغلون من أجل ديبلوماسيتهم وفي الخبر الأول رأني قلت لكم أن السيد عمر هلال وجه لهم الرسالة وهذه يعني بين إهانة أنكم تابعين الفرنسا وغيرتبقوا تابعين الفرنسا ففرنسا ما بغاتش تقارب الإسبانو مغربي لماذا لأنها سعب عليها الأمور وإعتراف إسبانيا مغربي السحراء سعب عليها الأمور وما زال الأبواب مغلقة إلى يومنا أما في الخبر الآخر أن تحدثوه على حزب اللي هو معادي للمغريب وهو عضو دياله اللي مشا حرك يعني وحاول يدخل المغريب في إدانات في البرلمان الأوروبي هو حزب سيودادانوس ما يسمى بحزب المواطنين فهو ينداتير سبحان الله العظيم كل الأعداء ديال المغريب داخل إسبانيا من ياسار راديكالي من يمين من كل شيء كلهم كينداتيرو هذا الحزب هذا ما يبيلكمش أنه الوسط هذا الحزب الأعداء دياله من الكارهين ديال المغريب من الكارهين ديال المغريب وعندي خبر كيقول أنهم قروا لأول مرة منذ ظهورهم منذ نشأتهم سنة 2015 ما غاديش يترشحوا لهذه الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ سنة 2015 ما غاديش تكونش ورقة برتقالية ديال الحزب حزب سيودادانوس حزب المواطنون اللي كان كيسعى في البرنامج الأوروبي لإدانة المغرب فما غاديش يكون الترشيح دياله هذه الأخبار ديالنا اليوم متابعين الكرام تمنسكوا لقاتكم أنتم بخيروا على خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال شوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال ما تنسوش إعجابتكم بالمحتوى إلا كتي أول مرة كتشوف القناة ديالنا ما تنساش الاشتراك ديالك لأنه مهم للإستمرار مع السلام